السلام عليكم اضطرابات وأمراض الصحة الجنسية كالعج والضعف ومشاكل الانتصاب هي من الأمور المنتجرة كثيرا وقد شرحت لكم في الفيديو السابق أهمية هرمون تستوستيرون لتجنب هذه المشاكل باعتباره هرمون الذكورة والفحولة في هذا الفيديو سوف أشرح لكم كيف نرفع من نسبة تستوستيرون بطرق طبيعية وسليمة لتحسين القدرات الجنسية والذكورية وبعيدا عن الأدوية والمواد الكيماوية والوصفات الشعبية التي أغلبها ضرره أكثر من نفعه هذه لائحة بعشر أطعمة ترفع كثيرا من نسبة تستوستيرون وهي أطعمة طبيعية مفيدة وموجودة تقريبا في كل بيت أولا البيض هو غذاء يعزز تستوستيرون لأنه غني بالأوميغا 3 الفيتامين دي الكوليستيرول والبروتينات دون أن ننسى الزنك الموجود بكثرة في أصفر البيض وهذه العناصر كلها ضرورية لإنتاج هذا الهرمون ثانيا هناك الرمان أجل الرمان حيث أن دراسة طبية حديثة عند أشخاص عمرهم يتروح ما بين 21 و 64 سنة بيّنت أن السهلة كأس واحد من عصير الرمان أو ما يعادله من فاكهات الرمان قام برفع نسبة تستوستيرون من 16 إلى 30% وهي نسبة مهمة جدا ثالثا هناك فاكهات الأفوكادو غنية بالفيتامين بيسيس بيسيتال بوتاسيوم والزنك وهي مواد ترفع كثيرا من نسبة تستوستيرون كما أن حمض الأوليك الموجود في هذه الفاكهة عنده دور مهم في تخفيض الكوليستيرول السيء الـ LDL والرفع من الكوليستيرول الجيد الـ HDL وهذا ما يساهم أيضا في الرفع من نسبة تستوستيرون رابعا هناك الثوم لأن السهلة كثوم النيئ يرفع نسب تستوستيرون لأنه غني بمادة الأليسين التي تسبب إفراز هرمون الـ LH من طرف الغدى النخامية مما يرفع من إنتاج التستوستيرون خامسا هناك الزنجبيل يمكن اعتباره كمحفز جنسي طبيعي إذا تم استهلاكه بطريقة منتظمة ومعقلنة سادسا هناك تمكتون لأنه غني جدا بمادة سيلينيوم وأيضا الفيتامين D والأوميغا 3 إذن استهلاك تون أكثر يساوي تستوستيرون أكثر وبالتالي فحولة أكثر هناك أيضا لحم الثور لأن السهلة كاللحم الثور يرفع من نسب غرمون الذكورة لأنه غني بالبروتينات الزنج والأحماض الدهنية وبالمقابل نظام غذائي بدون لحم حمراء يمكن أن يؤدي إلى نقص في التستوستيرون وهذا ما يمكن حدوثه عند النباتين إذن يجب الانتباه جيدا لنظامنا الغذائي هناك أيضا فواكه البحر هي بمثابة منجم للزنج إذن هي قنبلة تستوستيرون حيث أن الزنج يدخل في أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم مما يرفع كثيرا من نسب هذا الهورمون كما أن فواكه البحر غانية بفيتامين B12 والأوميغا 3 هناك أيضا الشوفان وهو أيضا غني بالفيتامين D وأيضا مادات الأفينكوزيد التي تسهل تنقل تستوستيرون في مختلف مناطق الجسم عاشرا وأخيرا هناك بعض الأنواع من الخضروات مثل البروكولي والكورام يعني الشوفلاء والشو دو بروسل وهي تحفز إنتاج هورمون الدكورة لأنها غانية بمواد تسمى الفيتاني تخيمون منها مواد الإنضول 3 كربينول التي لها ضور مهم وهو تخفيض نشاط الأنزيمات التي تقوم بتحويل تستوستيرون الحر إلى أستروجين علما أنه هورمون أنثوي وبالتالي فإن هذه المواد ترفع كثيرا من فعاليات تستوستيرون إذن إذا كنت ترغب بالرفع من نسب ومن فعاليات تستوستيرون في جسمك لزيادة وتحسين قدراتك الجنسية ومظاهر الذكور عندك هذه هي الأطعمة الطبيعية التي تحقق لك كل هذه الأهذاب دون أن تسبب لك أي مشكل في صحتك كان معكم الدكتور مونير من قناة ميديكول الطبية دمتم بصحة جيدة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله